اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً بلغ سنة 2001 عدد السياح المقيمين بالنزل التونسية 975 ألف يقضي السائح الواحد معدل 6 ليالي في السنة بلغ عدد الليالي المقضى خلال أشهر جوان وجويليا وأوت فقط ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية وعشرين ألف ليلى يصرف السائح خلال فصل الصيف جوان جويليا وأوت معدل 90 دينار في الليلة الواحدة ويصرف خلال بقية أشهر السنة معدل 65 ديناراً في الليلة الواحدة ألف أحسب عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية خلال بقية أشهر السنة الإجابة عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية في السنة عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية في السنة يساوي عدد السياح المقيمين بالنزل التونسية سنة 2001 في عدد الليالي التي يقضيها السائح الواحد في السنة 975 ألف في ستة يساوي خمس ملايين وثمانمائة وخمسين ألف ليلة 975 ألف في ستة نكتب سفر ونحتفظ بالثلاثة نضيف ثلاثة يساوي خمسة وأربعين نكتب خمسة ونحتفظ بالأربعة 6 في 9 يساوي 54 نضيف 4 يساوي 58 إذن تكون النتيجة 5 ملايين و850 ألف عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية خلال بقية أشهر السنة عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية خلال بقية أشهر السنة يساوي عدد الليالي المقضى بالنزل التونسية في السنة ناقص عدد الليالي المقضى خلال أشهر جوان وجويليا وأوت 5 مليون و850 ألف ناقص 3 مليون و228 ألف يساوي 2 مليون و622 ألف ليلة 5 مليون و850 ألف إلا 3 مليون و228 ألف 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة أحد الآلاف 10 إلا 8 يساوي 2 5 إلا 3 يساوي 2 8 إلا 2 يساوي 6 5 إلا 3 يساوي 2 6 إلا 4 يساوي 7 6 إلا 4 تكون النتيجة 2 مليون و622 ألف 9 أحدد مداخيل السياحة خلال سنة 2001 بأكثر من طريقة الإجابة الطريقة الأولى مدخيل السياحة خلال سنة 2001 تساوي مدخيل السياحة خلال صيف سنة 2001 زائد مدخيل السياحة خلال بقية أشهر سنة 2001 مدخيل السياحة خلال صيف سنة 2001 مدخيل السياحة خلال صيف سنة 2001 يساوي عدد الليالي المقضى خلال أشهر جوان وجويليا وأوت في معدل صرف السائح في الليلة الواحدة خلال فصل الصيف ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألف في تسعون دينار يساوي مائتين وتسعين مليون وخمسمائة وعشرين ألف دينار مدخيل السياحة خلال بقية أشهر سنة 2001 مدخيل السياحة خلال بقية أشهر سنة 2001 تساوي عدد الليالي المقضى خلال بقية أشهر السنة في معدل صرف السائح في الليلة الواحدة خلال بقية أشهر السنة اثنين مليون وستمائة واثنين وعشرين ألف في خمسة وستين دينار يساوي مائة وسبعين مليون واربعمائة وثلاثين ألف دينار مدخيل السياحة خلال سنة 2001 مدخيل السياحة خلال سنة 2001 تساوي مدخيل السياحة خلال صيف سنة 2001 زائد مدخيل السياحة خلال بقية أشهر سنة 2001 مائتان وتسعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف زائد مائة وسبعون مليون واربعمائة وثلاثون ألف يساوي أربعمائة وستين مليون وتسعمائة وخمسين ألف دينار ثانيا قبل حلول عيد الفطر وبالتشاور مع أفراد العائلة حددت السيدة نور المقدار المالي المخصص لقصناء ملابس العيد لكل من أمل وضياء بخمسة وثمانين دينارا فكرت أمل في شراء فستان وحذاء وأعدت جدولا في أثمان الملابس والأحذية التي لاحظتها على وجهات بعض المغازات ونالت إعجابها ألف ساتين الأثمان بالمليم فستان مترز ثمانون ألف وخمسمائة فستان مخطط إثنان وخمسون ألف وسبعمائة فستان بنفسجي ثلاثة وستون ألف وسبعمائة فستان أبيض خمسة وسبعون ألف وثمانمائة الأحذية الأثمان بالمليم حذاء أسود خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون حذاء بني ثمانية وعشرون ألف وستمائة حذاء رياضي تسعة وسبعون ألف وخمسمائة حذاء أبيض عشرون ألف وتسعمائة ما هو أغلى فستان؟ أعلّي الإجابة حسابياً الإجابة لنهتدي إلى أي الفساتين أغلى سنقوم في كل مرة بطرح ثمن كل فستان من المبلغ المالي المخصص لإقتناء ملابس العيد لكل من أمل وضياء خمسة وثمانون دينار يساوي خمسة وثمانون ألف مليم ونقارن بين الباقي بحيث يكون أقل باقي هو الفستان الأغلى الباقي بعد شراء الفستان المترز خمسة وثمانون ألف ناقص ثمانون ألف وخمسمائة يساوي أربعة آلاف وخمسمائة مليم خمسة وثمانون ألف إلا ثمانون ألف وخمسمائة سفر إلا سفر يساوي سفر سفر إلا سفر يساوي سفر سفر إلا خمسة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف عشر إلا خمسة يساوي خمسة خمسة إلا واحد يساوي أربعة ثمانية إلا ثمانية يساوي سفر إذن تكون النتيجة 4500 الباقي بعد شراء الفستان المخطط 85000-52700 يساوي 32300 مليم 85000-52700 0-0 يساوي 0 0-0 يساوي 0 0-7 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10-7 يساوي 3 5-3 يساوي 2 8-5 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 32300 الباقي بعد شراء الفستان البنفسجي 85000-63700 يساوي 21300 مليم 85000-63700 0-0 يساوي 0 0-0 يساوي 0 0-7 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10-7 يساوي 3 5-5 لا أربعة يساوي واحد 8-6 يساوي 2 إذن تكون النتيجة 21300 الباقي بعد شراء الفستان الأبيض 85000-63800 يساوي 9200 مليم 85000-75800 0-0 يساوي 0 0-0 يساوي 0 0-8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10-8 يساوي 2 5-6 لا يمكن فأستعير واحد من أحد الآلاف 15-6 يساوي 9 8-8 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 9200 سنقارن بين جميع النتائج وذلك عن طريق ترتيبها تصاعدياً 4500 أصغر من 9200 أصغر من 21300 أصغر من 32300 إذن 4500 هو الأقل بالتالي الفستان المطرز هو الأغلى ما هو أغلى حذاء؟ أعلّي الإجابة حسابياً الإجابة نقوم بنفس التمشي الذي اعتمدناه في السؤال السابق الباقي بعد شراء الحذاء الأسود 85000 ناقص 35780 يساوي 49220 مليم 85000 إلا 35780 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات 10 إلا 8 يساوي 2 0 إلا 8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10 إلا 8 يساوي 2 5 إلا 6 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة أحد الآلاف 15 إلا 6 يساوي 9 8 إلا 4 يساوي 4 إذن تكون النتيجة 49220 الباقي بعد شراء الحذاء البني 85000 ناقص 28600 يساوي 56400 مليم 85000 إلا 28600 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 6 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10 إلا 6 يساوي 4 5 إلا 9 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة أحد الآلاف 15 إلا 9 يساوي 6 8 إلا 3 يساوي 5 إذن تكون النتيجة 56400 الباقي بعد شراء الحذاء الرياضي 85000 ناقص 79500 يساوي 5500 مليم 85000 إلا 79500 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 5 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة الآلاف 10 إلا 5 يساوي 5 5 إلا 10 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة أحد الآلاف 15 إلا 10 يساوي 5 8 إلا 8 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 55500 الباقي بعد شراء الحذاء الأبيض 85000 ناقص 20900 يساوي 64100 مليم 85000 إلا 20900 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 9 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة الآلاف 10 إلا 9 يساوي 1 5 إلا 1 يساوي 4 8 إلا 2 يساوي 6 إذن تكون نتيجة 64100 سنقارن بين جميع النتائج وذلك عن طريق ترتيبها تصاعدياً 5500 أصغر من 491220 أصغر من 56400 أصغر من 64100 إذن 5500 هو الأقل بالتالي الحذاء الرياضي هو الأغلى 6 أقدم لأمل جميع الحلول الممكنة والتي تناسب قدرتها الشرائية 6 الإجابة 7 على جميع الحلول اللا تتجاوز 85000 مليم كثمن الفستان والحذاء معاً أي أن يكون الثمن أقل أو مساوي لـ 85000 مليم فستان مخطط زائد حذاء بني 52700 زائد 28600 يساوي 81300 مليم أصغر من 85000 مليم فستان مخطط زائد حذاء أبيض 52700 زائد 20900 يساوي 73600 مليم أصغر من 85000 مليم فستان بنفسجي زائد حذاء أبيض 63700 زائد 20900 يساوي 84600 مليم أصغر من 85000 مليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر